تفاجأ كثير من المغردين في فيديو رقصة العرضة التقليدية في السعودية عندما رأوا بين الراقصين حخاما إسرائيليا الحخام الذي زار السعودية هو يعقوب هيرزوك عمره 45 عاما ولد وعاش في نيويورك ثم انتقل إلى إسرائيل للدراسات الدينية وكان يحلم أن يتمكن من دراسات الشرق الأوسط وفهم مجتمعاته حلمه كان أن يقوم بمهمة في بلد من هذه البلدان وكان توجه السعودية في رؤية عام 2030 حافزا له ليختار الرياض لتكون وجهة له في المستقبل زار السعودية لأنه التقى بكثير من الوافدين العاملين بها فتنقل بين الناس وأعجب بالترحيب به وهناك درقصة العرضة التقليدية الشهيرة جنبا إلى جنب مع مواطنين سعوديين هذا الفيديو انتشر على مواقع التواصل ولاقى ترحيبا من كثيرين بينما انتقد آخرون السماح له بدخول المملكة بسبب كونه حاخاما أي أنه مرتبط بدولة إسرائيل وجد المغاردون مادة للتعليق هذه عين من التغريدات عبد العزيز يقول لك ما هي المشكلة عندما يتواجد حاخام في السعودية السعودية بلد التسامح بلد الحق السعودية تفتح أبوابها لجميع الديانات فهد الغفيل يقول حاخام ابن سلمان يؤدي رقصة سيف الرياض رسالة أنه أصبح جزءا من المملكة بعداتها وتقاليدها وغدا سيطالبون بمجيء أجدادهم لبلاد الحرمين يقول عبد الحميد أحمد العزي يقول حاخام الرياض في مضارب اعتابة قريبا سنراه في خيبر يقف على أطلال يهودي بني النظير ويقول لك المهندس أنور السعوديون يدعون أن الأرض المقدسة المحرمة على غير المسلمين هي مكة والمدينة ومع ذلك شهدنا يهوديا يتجول في المسجد النبوي هنا تجدر الإشارة إلى أن غير المسلمين يمكنهم الدخول لمكة والمدينة لكن إلى حد الحرم حسب الإرشادات التي تشير إلى المناطق المقدسة ويقصد بهذه التغريدة حادثة في هي الزيارة التي قام بها إسرائيلي ومن أصل روسي اسمه بن تسيون زار المسجد النبوي قبل خمس سنوات محمد في تغريدته محمد المقطوف يقول هذا تطبيع ها خام في وسط الرياض إذا ما كان تطبيع فما هو التطبيع إذن؟ هرزك كان قد قال في مقابلة سابقة مع قناة آي 24 أن سعيه ليكون قائما على شؤون الجالية اليهودية في السعودية لا حلقة له بأي جهة تتعلق باتفاقيات التطبيع الأخير بل هو عمل فردي من منطلق ما هو مشترك بين الشعوب والديانات أقوم به لا علاقة له بالاتفاقية أنا لا أقدم أي اتفاق أنا أقدم العلاقة بين دياناتين الإسلام واليهودية ونحن نملك تاريخا ثريا وأيضا نملك جينات متبادلة وهذا هو كل الأمر الحاخام هرزك زار قبل نحو عام إيران وأنشر عددا من الصور يتجول في العاصمة طهران وهذه صورة له في أحد مساجدها في إيران ما زال اليهود يعيشون هناك ويشكلون جالية يصل تعدادها إلى نحو 100 ألف شخص أما في السعودية فقد وجهت له انتقادات بأنه يقدم نفسه حكاما لجالية يهودية غير موجودة أصلا في هذا البلد فلا يتعدى عددها بضع عشرات يعملون في الشركات أو السفارات والبعثات الأجنبية شكرا لمشاهدتك تريندينج سنسعد باشتراكك بالقناة وإعجابك بالقصة ومشاركتها وتعليقك عليها شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا